ولمزيد من التحليل بشأن المعارك البرية في قطاع غزة وحصار الاحتلال للمستشفيات ينضم إلينا السيد أكرم عطالة الكاتب والمحلل السياسي تفضل سيد أكرم فكراً صديق حسد هذه ربما وبل أكيد أنه أكثر حرب يعني ربما لقرن قادم لن تكون مثلها صحفيين قتل متعمداً قتل أطباء سيارات الإسعاف صليب الأحمر لا وجود له إسرائيل تجاوزت فيها كل الأعراف والقوانين الدولية حتى قوانين الحرب نزوح تجويع متعمداً في مجاعات في التاريخ أما تجويع بفعل فاعل هذا لم يمر وأدول العالم نفسها لم تستطع حتى اللحظة إسرائيل قسمت منذ البداية قطاع غزة إلى قسمين وطلبت من المواطنين في القسم الشمالي لقطاع غزة بالنزوح نحو الجنوب باعتبار أن الجنوب قالت أنه منطقة آمنة ولكنه ليس كذلك الضرب في الجنوب لم يكن يقل إذا لم يكن أكثر على مناطق الشمال كان هناك تفسير أنه لماذا إسرائيل ترحل الناس من شمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة هل عملية أمنية هل عملية عسكرية هل طبعاً كل الضرب لم يتوقف على كل المناطق بقطاع غزة كل المناطق مناطق الشمال كل المناطق لم يتوقف عليها الضرب وكله كان هدفه نزوح الناس طب لماذا يريد أن تنزح الناس هل العملية ذا طابع عسكري أمني إسرائيل فقدت توازنها وبالتالي تتصرف أرض محروقة كما يقال أمن وراء هذا الأمر بعد سياسي الحقيقة أنه ما قاله آفي ديختار رئيس الشباك السابق ووزير الزراع الإسرائيلي مهم جداً في هذه المعركة عندما قال أنه نحن نقوم بفعل نكبة ثانية للفلسطينيين بمعنى أنه هذه الحرب هدفه إقامة نكبة ثانية للفلسطينيين النكبة هاجر الفلسطينيون ولم يعودوا وبالتالي الحديث عن موضوع الهجرة والترحيل هو حديث يتم تأكيده وخصوصاً بمعارك المستشفيات معارك المستشفيات هنا مستشفى الأندونيسي والنصر والشفا ومستشفى القدس الآن الأخيرة المعركة على المستشفيات مياه قطعة إسرائيل في مناطق الشمال وفي مناطق مدينة غزة ولمدة 37 يوم لم يدخل أي شيء لم يدخل أي شيء لا مساعدة إنسانية مناطق الشمال يعني في حالة جوع شديدة ولم يصلها أي مساعدات مساعدات بالقطارة وصلت إلى الجنوب الذي طالبت إسرائيل الرحيل نحو الجنوب يعني يفترض أنها آمنة ثم شعرت إسرائيل أن الناس صامدة في حقيقي يسجل صمود للناس في بيتلاهية وبيتحنون ومخيم جبالها والنصر والشاطئ والصبرة والشجاعية كل مناطق قطاع غزة مدينة غزة بكل ضواحيها في حالة صمود مدهشة رغم القصف الذي لا يمكن أن تصمد أي من الشعوب لكن الناس ظلت قائمة عنوان هذا الصمود كان المستشفيات والحقيقة أن الطواقم الطبية يجب أن يتذكرها التاريخ الفلسطيني طويلا الطواقم الطبية التي أصرت لم تذهب إلى بيتها دفعت من حياتها وكثير منهم دفعوا حياتهم وحافظت على البقاء على الخدمة رغم الظروف الصعبة لم تأكل كما الناس يعني المياه الملوثة أصعب أصعب الحياة بالإضافة لعمله ليس فقط بيئة الفقر الشديد في المستشفيات بل لأننا نتصور حركة الناس والأقسام والعنابر ومع ذلك كان الطبيب والممرض وحتى عامل النظافة في المستشفى تسجل لهم هذه الحرب أنهم فدائيون لم يكونوا أقل كل الطواقم الطبية طبعا والطواقم الصحفي وكل الطواقم في حالة حالة بين كل هذه المؤسسات والعاملين في هذه المجالات كلهم بصراحة كان أداءهم أداء عالي مهم على المستشفيات إسرائيل بالمستشفيات مدينة غزة ويعني لننظر إلى المنطقة التي دخلت منها إسرائيل والتواجد الإسرائيلي تواجد الإسرائيلي في هذه المنطقة أبدأ من هنا ربما وشرق بيت حنون وظل إلى هذه المناطق يتحرك وتحرك إلى هنا إلى أن توقف عند مجمع مستشفيات النصر على أمل أن يتحرك جنوبا ملتقيا بالدبابات الإسرائيلية التي دخلت من حجر الديك من هنا ومباشرة ناورت في منطقة الزيتون وثم استمرت في شارع العدل وبالأمس كان هناك صدامات شديدة في شارع رقم عشر هنا ثم استمرت من شارع صلاح الدين إلى الوصول إلى مستشفى الشفاء وأعلن مدير مستشفى الشفاء أن إسرائيل تجاوزت مستشفى الشفاء في شارع عيدية تجاوزت في شارع عيدية هذه المناطق إسرائيل جاءت من مناطق شمال الغرب وجنوب الغرب وصلت الدبابات إلى هنا وتجاوزت شارع عيدية يعني ننظر إلى شارع عيدية الشوارع مدينة غزة غزة الرمال هنا مستشفى الشفاء هو القصة الأكبر والذي تدور في رواية كبيرة مستشفى الشفاء بأقسامه يعني نعطي صورة مكبرة أكبر حتى هذا المستشفى هنا شارع العيدية أمام مستشفى الشفاء والذي ينتهي عند هنا مفترق اللي بسمه مفترق أبو السعود اللي يعني بيعمل حلويات أبو السعود هنا المرور ومركز شرطة العباس هنا مؤسسات الثقافية في هذه المنطقة والمؤسسات الصحية والمؤسسات الشرطية الجوازات تعني الشرطة والإدارة الشرطية ووزارة الداخلية وأنصار على بعد ليس بعيد هنا في منطقة الشاطئ على شاطئ البحر إسرائيل هنا في مستشفى الشفاء بأقسامه أنا الاستقبال وهنا العيادات الخارجية هنا الباطنة هنا قسم العمليات هنا غسيل الكلا تدور المشكلة الكبيرة الآن هذا الصباح إسرائيل باتت تشعر أنه في قدر من العجز في مستشفى الشفاء تريد أن تدخل مستشفى الشفاء ولكن هناك مرضى في مستشفى الشفاء كأنها أصبح لديها شعور بأنه إذا دخلت مستشفى الشفاء دعيتها كلها ستضرب في حوارات كثيرة ربما ستأتي في شروحات أو لقاءات قادمة ولكن مستشفى الشفاء يمكن أن تكون إسرائيل أمام فضيحة هذا ما هو واضح من متابعة الإعلام الإسرائيلي على الأقل هذا الصباح لأن إسرائيل لا تستطيع أخلاء الجرحة ولا تستطيع الدخول في المستشفى والجرحة موجودين في المستشفى وبالتالي هناك عقدة أصبحت لدى إسرائيل رغم وجود دباباتها وتقدمها والحديث عن اقتراب أبواب الشاطئ